ونبدأ من قضية توقيف المحامي جيمي حاتشيتي بعد الاعتداء عليها أمس من قبل عناصر في قوى الأمن الداخلي ومعنا في الستوديو زوجته الزميلة كلارا جحة لنطلع منها على آخر المستجدات كلارا يعني شو ياللي صار مبارح ياللي بيستوجب توقيف محامي ونقله بساعات الفجر إلى فصيلة حمانة شادي بعدنا لها لا ما عم نعرف شو اللي بيستوجب ما عم نعرف شو اللي عم بيصير ما عم نعرف أساسا كيف هيدا المسار ليه بي تأخذ منحة ضرب ببساطة الناس صارت عارفة للأسف في بعض الناس اللي بعدها منا عارفة لأرجع ووضح للناس نحن أنا كنت صفي صف تاني وقت طلب مني دركة شيل السيارة نزلت على راسي وعيني وبالرغم من إنه قلت له أنا عم كان عم بيبهدل وكان عم بتعمل بقلة أخلاق كلية هيدا أولا تانيا ببساطة بيقدر يعطيني ضبط لما قلت له أنا كلارا جحة قناة الجديد بلش يسيب رب عملي بغري بلش يسيب محطتي بلش يسيبني ويتهم الرب العمل والمحطة بالفساد كله رحصه بمنحة واحد مع أنه ببساطة كان بيقدر يعمل فيه ضبط ما يقذب هالطريقة وصار يصورني وصار هو وعم يصورني يخترع عم بتهددني يعني صار في خلفيات صار في خلفيات واحد كان بيقدر يعمل ضبط بلا كل هيدا القصة اثنين وقت اللي نزل جوزة ليستوضح هذا الموضوع لأنه هو شرطة إشارة كان موجود دغري ضرب دغري لا في حدا إجا حكي حتى لو شو ما كان عامل جوزة وهو محامي وقال لهم أنه محامي كانوا بيقدروا الأجراءات تكون مختلفة كليا تكون أنونية كليا صار ضرب دغري هيدا مش تصرف ولاد أنون ولا تصرف مؤسسة عسكرية بيقدروا يعملوا فيه ضبط بيقدروا يحجزوا يحجزوا سيارته يوقفوا شو ما كان إلا الضرب طب يلي صار كلار أنه توجهته إلى فصيلة أشياء كرمال تدعو ولكن قلبت الآية وصرته أنتم المدعع عليكم مئة بالمئة صرنا نحن المدعع علينا وما خلونا نطلع وما خلونا نطلع وصار تم الاعتداء على جيمي من قلب الفصيلة هو وعن بيفرج الفيديو اللي نضرب فيه البعض عم بيقول أنه جوزة سب جوزة نضرب قدام ولاده بنته كانت عم تتفرج أنا بنتي لهلأ منا نيمة كل الليل شهادية عم بتصرخ بنتي عم تسألني البابا مات قتلوه أنا كيف بدي حمل بنتي وين بدي شلة صورة تبيل عم تنضرب والدم اللي مالي وجه لبنتي بعد كل شي عم بيصير ها واحد اتنين مبين أنه في شي غريب عم بيقوله أنه سب أنا بسب إذا هالقدة عم بندرب أنت بتسب شهادية هيا أصلك هي ردة فعل على فعل هي ردة أكيد نزل بكل احترام عم بيقل له بأي حق بتصور لي مرتي وبتهينها وبتسب لها وبتسب لها محطتها وهي قالت لك أنه أعلمية فجأة بيجي حدا من وراء وبيضربوا وتدمم بدون يشوفوا فيديوات ويقولوا ايه في فيديوات عم تتسرب من الميلة التانية وجوزي كسب ايه جوزي سب وشوفوا الفيديوات سب جوزي هو وعم بياكل الأتلة لأنه عم بياكل الأتلة قدام أولاده سب ردة فعل نحنا شادي نحنا منى مجال وساحة لتصفية الحسابات ما هذا ليس لك يعني أنت رأيك أنه أخدت القضية منحة يعني كونه جيمي محامة وكوني أنا أعلمية بقناة الجديدة فتضاربت الأمور وتنعرف أدي فيه أجهزة بتصفية حسابات مع بعضها أدي فيه أجهزة ناطرة بعضها على الكوافة برأيك أخدت هذا المنحة القضية مية بالمية شادي بدي أقول شغلي نحنا مش ساحة لتصفية الحسابات بين بعض نحنا تصفية الحسابات لا بيمرقوا عبر المحامين ولا بيمرقوا عبر الأعلم كنا كتير محترمين كان ببساطة بيقدروا يعملوا فينا إجراء قانونة ونحنا تحت القانون جوزة ابن القانون وأنا تحت القانون وكنا كتير محترمين وولتنا معي بتنزيل السيارة وسيح السيارة نحنا كإعلاميين وكمحامة تحت القانون ما حدا فوق القانون بس نحنا بدنا القانون يعطينا حقنا وأنا بدي أقول شغلي جوزة هلأ محتجز جوزة بحكم المعتقل بحمانة أخدوه منعوني شوفه ووقت اللي قلت لهم أنا طالعة وراكم لشوفه أو أحكي معه قال ما تطلعي ما تعز بحالك ما رح نفوتك وقت طلعت مع الزميلة كاترين حنة بآخر الحدث وقلت أنا ما بقدر اتصل فيه تليفونه معي لأنه ممنوع بدون يصدروا له ايه وممنوع هو يتصل بيتلقى بعد دقائق قليلة اتصال من مغفر حمانة بيقولولي بتحب توصله شيلة جوزة كهو عم بيسألك الولاد مناح انتم مناح هلأ صرنا عم نتعامل بالحمام الزاجي الشادي عم نوصل رسائل نحنا بدي أقول ناطرين النقابة ما رح نسكت النقابة ناطرين شو بيكون قرارة بس بنفس الوقت في 13 ألف محامة ورد جيمي 13 ألف محامة رأي من نفس الرأي وبدي أسأل نحن طالبين الكاميرايات وين الكاميرايات اختفوا الزميلة حليمة طبيعة والمحامين موجودين حاليا المحامين اللي عم بيتابعوا القضية بفصيلة الشياح ما في كاميرايات بالمحيط الكاميرايات الموجودين محل الإشكال مطرح ما شركة السيارات موجودة قال ان قطعت الكهرباء بين ساعة 12 و 6 ما في تسجيلات هذا الشيء بيخلينا نخاف وهذا الشيء بيخلينا نطرح كتير وفي كمان حسب معرفنا كمان في الرمال كمان قال كاميراته مش ماشية كمان قال كاميرات الرمال مش ماشية ونحنا نحكي هون عن شركات مهمة يعني مش مفروض كاميرايات تكون بها المنطقة يعني هذه المنطقة كمان من منطقة عادية منطقة شيح ما يكون فيها كاميرايات مراقبة 100% وهذا شيء كتير غريب وهذا شيء بيخوف وبيطرح تساؤلات برجع بقول أنا بنت المؤسسة الإعلامية أنا تعاملة مع كل تحت القانون مع الكل كان مع الناس وانت شاهد شادي نحنا كمؤسسة تحديدا بقناة الجديد جوزة ابن القانون وجوزة بقلب الفيديوات بقله أنا ما بضربك لأنك لابس البدلة وما مد إيده على حدا توضيحا للناس اللي كتير بلشت على السوشال ميديا تخترع لا نحنا ما امتصلنا ولا نحنا مدينا إيدنا وبلشنا صار فيه اعتداء قدام ولادي عن جد شادي أنا فكرة أنه أنا أم مش عم بقدر وقف بنتي من البكة ووقف شيء للصورة اللي بشعل عم تخدها بيه هالقد ضعيف وعم ينضرب وبعدها لهلأ قبل ما اجي لهون عم تسألني البابا مات إلا مامي ما بيشيل بابي خلص هلأ بيرجع الصورة ما عم بتروح أنا هيدي لوحدة هيدي لوحدة قصة تانية شادي على كل حالة القضية صارت قضية رائعة عام كلارة باعتبار أنه جيمي محامة وبالتالي في عنده مرجعيته اللي هي نقابة المحامين وبالتالي عنده حصانة يعني قبل توقيفه من المفترض بأنه يتم التواصل مع النقابة أيضا كمان في يبدو أخذت منحة آخر صارت قضية رائعة وخصة بأنه كمان أي عنصر من قوى الأمن كمان يعني لما تكون عائلة موجودة ما فينا كمان ندمي من البيت قدام ولاده يعني بالعكس لعناصر قوى الأمن هي موجودة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم حتى وإن أخطأ هذا المواطن فيه أصول وفيه أصول للمعاقبة مئة بالمئة فممكن اتماع الإجراءات القانونية مش بهات طريقة وليس ضرب مئة بالمئة وليس ضرب وثل مئة أنا أكتر من مرة قال لهم الأولاد عم يشوفه بترجيك صار بده يأخذ مفتاح السيارة مني وهو يأخذ السيارة والأولاد عم يصرخوا بقلب السيارة ما فكر ولا دقيقة أنه الأولاد شو ما أقولي كيون تأثيرها وآخر همه صار يخبط بالسيارة ويجي قدام السيارة ووقفوا والصور اللي أنا مصورتها وفتح إيديه وعن بيهددنا من وراء السيارة وأولاد كلهم بنتك عم تشوف كل شيء وكل شيء على إبراسه نعم كلارا شكرا لقليك وأكيد هذه القضية سيكون لقل مواكبة ومتابعة خلال هذا النهر